أهلاً وسهلاً معكم محمد القفاري واليوم بدي أتكلم عن أفضل أربع تطبيقات للتعليم مبعد ويساعدك في التعليم المدرسي ذولي لأنه بالذات في هالوقت صعب التعليم عمبود بيكون لأنه مو بزي التعليم مع مدرس بالحقيقة والناس مو متعودين وصح يعني مو بشي حن مولودين متعودين علي عشان نسوي بهذا السبب أنا يعني حسن أربع تطبيقات ذولي مهمة جداً يعني بسم الله بنبدأ طبعاً بتطبيقات أجنبية وتطبيقين عربية عشان ننوع شوي ونأخذ من أفضل الميزات من كل العالم بسم الله أول تطبيق هي سوكراتيك من شركة جوجل سوكراتيك هذه تطبيق يساعدك في الرياضيات وفي العلوم وإستخدامها صراحة أن فكرة جميلة جداً يعني نادر ترقى أحد يسخطر بنفس الطريقة هي وش الفكرة أنت عندك الآن سؤال الرياضيات وعجز تتعارف كيف تحلها بدلا تغش شبلك حاسب تغش لا تسوي سكان في الجوال وإذا سويت سكان يقولك الطرق الحل يعطيك مقاطع كيف أنت تقدر يعني يعلم كيف تحلها ويعطيك معلومات زود عن اسم الطريقة وكلها من بالنهاية يعطيك الجواب يعني معلم معك في الجوال معلم في الجوال ومو بس في الرياضيات أيضاً يساعد في أسئلة العلوم يعني مثلاً يقعد فيزياء سؤال عجز تحلها والوراك وشه هذا هو بسم الله هذا هو تطبيق سوكراتيك إذا أنت عندك مثلاً سؤال فيزياء يشبهت أطبيق دولينجو يشبهت صديق والله أنك صادق أنا كنت بتحلم عنه نفس العيون والله صد نفس العيون دولينجو أعتقد نفس الشركة تكون لا هذه شركة جوجل عموماً وما أظنه دولينجو جوجل أنا أتفكر أتكلم عنه لكن لأن جهازي هواوي جربت نزلة وخبت يكون فيه تجربة سيئة للمستخدم فقلت أحسن لي طرق أطلع منه دعمه ما يشتغل على الهواوي كلام صحيح طبعاً أنا مجربها وأنا بوجهة نظري أنه برنامج جميل جداً لرياضيات والعلوم طب السؤال سريع شباب في أحد يستخدم البرنامج جداً من قبل؟ أنا متجربت حولت صراحة بالنسبة لي يا محمد أنا شفت طبقات كثير زكيرة تقدم نفس الرظيفة لكن ما تجربت أي واحد منه ممكن من زمان جربت ذكي ما توقع أنا راح تكون تحصل فعالية بالذات أن أخطي لك علي الصراحة وممكن كلامك صح بس فيه ميزة وأنه فيه برامج كثير في فوتو وما فيه برامج المهرة أي ذنب ما قلتك وماذا الميزة بسوكراتيك؟ إنه من شركة جوجل والذي ما يعرف من جوجل هي من أكبر الشركات التي قاعد تشتغل في تقنية الـ AR من شركات مثل أبل و جوجل منهم وش هي تقنية الـ AR؟ الـ AR زي ما تكلمت قبل كم حلقة هي الـ ARTIFICIAL AUGMENTED REALITY وهي لتحط الحياة الصدقية الواقع الافتراضي بالضبط وهذه منها يساعد فكرات الكتب أو في اسكانات الكتب الموجودة أو السؤال الموجودة أو البركود لو وضحت الفكرة زي كذا يعني من أكبر شركات جوجل بتكون أفضل بقراءتها مقارنة تطبيقات ثانية وأغلب الشركات بدأت تتجه لهذا المجلة بالضبط زي ما يقول عائد بالضبط عموان ما نطول عائد برنامج ذلك نذهب إلى البرنامج الثاني وهي كان أكاديمي أكيد كثيرين يعرفونها وأظن من الكلام اللي بيقولنا واف بعد شيء قنوات يوتيوب طبعاً هذه مسوينهم تطبيق موجود فوق عشرة آلاف ساعة من مقاطع مجانية للكل لكل الناس من أي مادة بالك من الرياضيات إلى الاقتصاد إلى الاحسان كل شيء موجود لو هي إنجليزي أو يعني اللي أنت بالك موجود وعشرة آلاف ساعة وما تدفع ولا هللا أنا جربتها جداً مميز ومجاني مثل ما قال محمد ومفيد خصوصنا في الفترة الحالية بالضبط وحتى راعية كان هو قصه جميلة جداً هو قال مستقبلياً مستهيل أنه يحطه بأي قيمة مالية يعني بتكون مجاني لكل مستقبلينا طوّع مستقبلياً نعم تطوّع يعني ما رح يرثني لا تعيني أي شيء حتى بالضبط أعلانات ما نمتكت فيه بس حتى ولو يعني يعتبر مجانية حتى ولو قد ربك أنا بجاني صحي قد ربك ايه لازم لها داخل يعني بس هو فعلاً برنامج أنا والله بدون كان أكاديمي ما أدري كيف يعني أني مشيت في المنزل فعلاً هي برنامج سحديتاً كثير مرة الله حلو مره جميل باقي أربع دقائق حنسرع في آخر تطبيقين وهذه تطبيقين عربية ثالث تطبيق اسمه نفهم وش ميزة نفهم؟ انه هذا الحب عداد كم واحد عرفه الحين كويس أول ما تدخل التطبيق بيجي لك بيجي هذا هو تطبيق نفهم؟ أول ما تفتح التطبيق بيجي لك اختيار من أول ابتدائي إلى الثالث ثانوي وتختار على حسب السن اللي أنت فيك وأول ما تدخل بيعطيك كل المواد للسنة لك بيعطيك كل الموضيع والأسامي اللي تحتاج تدرسة هذه السنة وإذا ضغطت عليها يعطيك مقاطع يوتيوب لمساعدتك للتعليم لهذا المجال بس هنقول أنت موادك تتعلم اليوتيوب في ميزة زود أنه أصلاً يعطيك كل اللي تحتاج تتعلم يعني يعطيك مثل الشجل يعني كتاب كتاب اللي كل اللي تحتاج هداف الدرس وواسم تسجيل وما تحتاج يعني تدور مواقع وزارة ومواقع كذا موجودة جاهزة لك طب هل هو البلنامج يعني من الوزارة أو أنه من أنا على علمي أنه ليس من الوزارة نعم بس حتى ولو أنه تطبيق ممتاز مجموعة لشخاصة لكنه ليس تابع الوزارة ممتاز كلام جميل لا يهم تابع الوزارة ولا لأ دا ما يؤدي غرضه هو تطبيق من مطور سعودي لكن لا يتبع الوزارة جميل بالضبط بس حتى ولو تطبيق يعني زي ما قلت يعطيك من أول ابتدائي إلى أول متوسط أول ثانوي كل الأسنين موجودة ويساعدك وينفعك يعني كثير عموما ونمشي إلى آخر برنامج الرابع وهي تطبيق بيمز طبعا أنا حطيت بيمز لأنه عنده ميزات سود ما شفته بالتطبيقات الثانية هي طبعا ما فيه إلا للثانوي والجامع يعني هذي طلاب الجامع لكم الأخوانهم الكبار أي المتابعين الكبار لكم هذي أول شي نبدأ أول ما تدخلك خيارين أمنك تختار الثانوي أو تختار التطبيق الجامعي هنبدأ بالثانوي إذا دخلت بيجي لك مادة الكيميا تختار إلى مادات زي الرياضيات على أي منهج هو يمشي؟ منهج السعودي أو؟ على منهج السعودي طبعا كل التطبيقين ذولي على المنهج السعودي بس فيه ميزة فيه خاص بالبرنامج يساعدك في القدرات والتحصيلي يعني مادات خاصة فقط لتعليم هذا والي للاختبارات مو بس كشكل عام يعني هذه ما شفته صراحة في أي تطبيق ثاني وممكننا واحد ثاني يعرف ممكن لكتري زودنا وفعلا زي ما يقولون مهمة جدا لأكثر الناس بس أنا ما أشوف تطبيقات له بس هاني فعلا تطبيق مزبوط وجميد ومجاني وفيه ميزة أفضل من ذي بعد اللي أنا حبت نحطها وهي إنه فيه أفصول لايف يعني تدخل ومع فيه مدرس يعلم كل شي مباشرة ولايف باقي دقيقة وما عليك بنسبتها أفضل دقيقة بالبرنامج يعني قلنا لايف وهذه تقريبا الثانوية حين نروح القسم الجامعية أول ما تدخل نفس تقريبا نظام السيستم يعني فيه كورسات وكذا بس بالجامع بعض الكورسات بفلوس وبعض الكورسات مجانية بس هو الميزة أن يعلمك سكيلز مهمة جدا مثلا تقدر تلقى على المواقع اختبارات مراجعة أو مثلا تطبيقات تعلم الأوتوكاد يعني كل ذلك الشياء مجانية موجودة وجميلة جدا وفيه زي ما قلنا فيه بعض أفصول لايف يعني مقارنة لهذه المجالات صراحة محمد هنيك على اختيار صراحة فيه برامج كي تقدم هذه الوظائف لكن بالفعل برامج يختارها محمد مميزة الله يسلمكم لأنه فعلا هي البرنامج ذي أنا حملته وانهبلته عليها يعني فيه مجالات كثيرة موجودة بسعد عموما شكرا لكم لاستماعكم معكم محمد القفاري وإن شاء الله أنكم استمتوا مع السلامة علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع